مرحبا حضرتكم مرة تانية ننتقل إلى الشأن الليبي يمكن الليبي هناك في محاولات كتيرة جدا سواء التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر أو حتى التحركات الدولية من أجل إحداث توافق ليبي ليبي بالأخص بعد ما اتأجلت الانتخابات الرئاسية التي كانت من المقرر لها 24 ديسمبر الماضي والبعض وصف بأنه دي ضربة جديدة للجهود الدول المختلفة من أجل إصلاح الأوضاع في ليبيا وإنهاء الفوضى هناك زي ما وصف بعض الخبراء ويعني احنا هنعرف آخر المستجدات حول الشأن الليبي وإيه اللي تم ولكن في البداية رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قال ولابد من أنه يتم إعادة تشكيلها أصلا ودع رئيس البرلمان الليبي في كلمة ليه أمام جلسة مجلس النواب بحسب بعض وكالات الأنباء الليبية الرسمية النائب العامل مستشار الصديق إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة خصوصا في بنداء التنمية والطوارئ والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوايح ترجمة نانسي قنقر